وإلى الدخل اليمني أعلنت قيادة ميدانية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من قبل إيران بمحافظة الجوف انشقاقها عن الميليشيات وانحيازها للقتال في صفوف الجيش الوطنية بما أكدت مصادر عسكرية فرارة قادة جماعة الانقلاب وتخليهم عن قتالهم وجراحهم في عدة جرحاهم في عدة جبهات يمنية اليمن على طريق الخلاص من براثن ميليشيات الحوثي الانقلابية هذا ما تؤكده تطورات الميدانية المتتالية على الأرض فقد حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا بمنطقة البقع شمالية محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية الموالية لإيران وبهذا يكون الجيش الوطني اليمني قد فرض السيطرة التامة على عدد من الجبال والمرتفعات الاستراتيجية في صعدة هذا التقدم الميداني رافقه دعم ومساندة جوية لطائرات التحالف العربي التي شنت سلسلة غارات على أوكار لمسلحي الحوثي الإيرانية في صعدة مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا الحوثية الإيرانية وخلفت تلك المعارك قتلى وجرح من عناصر الميليشيا الانقلابية إضافة إلى سقوط خمسة أسرى بيد قوات الجيش الوطني كما تمكنت قوات الجيش الوطني من استرداد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات الثقيلة ومع اشتداد الضغط على الانقلابيين وفي محاولة منهم للهروب إلى الأمام أطلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي السعودية حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي الصاروخ الذي كان يستهدف المناطق المدنية والأهلة بالسكان كما تمكن طيران التحالف من تدمير منصات إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي قبالة الحدود السعودية كما أحبط محاولات تسلل لعناصر حوثية ترجمة نانسي قنقر